اسفاقسي سيد وديع الجري المسؤول على الرياضة في تونس يحب يخلق الجهويات يحب يخلق النعرات الجهوية ربما عنده أجندات يحب يخدمها لأطراف معينة اليوم اسفاقس قاتلوا لا راحنا نحبو الكورة نحبو نلعب بكورة ونحبوش الغورة ونحبوش تفرق الجهوية هذا اليوم الرسالة اللي حبو يمروها جمالين رضي اسفاقسي اللي بالمناسبة هذه نحب نشكرهم جزيل الشكر على وقوفهم إلى جانب فريقهم إلى جانب اللاعبين متاحهم وإلى جانب الهيئة المديرة هنوعدوهم كنا مش نواسطوا ما خليناش نخرجوا على برامجنا مش نواسطوا في تكوين فريق مش نخدموا الكورة للكورة وهذاك هو هدفنا الوحيد ما عشتناش باش ندخلوا في عرق ومعروك الجماهير الرياضية في جميع انحاء الجمهورية مرحبا بيهم في اسفاقس وأحسن دليل على هدايا العلاقتنا مع جماهير نادي الافريقي اللي رغم الهزيمة بعتنا لهم رسالة شكر على الاستقبال اللي كان قاموا به والكورة هي تسعين دقيقة تم رابح وتم خاصر هنيعا للربحين وأحنا معناش مشكل اللي ما يعرفش الكورة فيها رابح وخصارة ماذا بيهم يتبحاش احنا عنا روح رياضية كيف كيف بالنسبة للجماهير النادي البنزرتي والجماهير الأخرى اللي كلها فرحنا بيهم في اسفاقس قاءة تم حاجة باركة تم أطراف ربما تتعامل مع السيد وديع الجري اللي عنده هدف تحطو صلو اسفاقس قالت له لا لن تمر لن تمر لن تمر ما خليهوكش باش توصل باش تخلق التفرقة بين الجماهير الرياضية والله ما عنده حتى معنى قرار هذية وديع الجري يعمل لي حب كما خرج القرار في 24 ساعة وطبقه كان في اسفاقس باش يجبرنا باش يطيح القرار الاجتماع الأمني اللي قرر التنظيم لمقابلة النجم الساحلي والنادي الرياضي اسفاقسي معتها ماذا مليشها غريبا عنه وهذه مش جديد وغير صحة لي عنده شكول يحميه اليوم جماهير الرياضي اسفاقسي قاتلوا انتهى الدرس ايه موحل حكم بول اخواص واضح اه طريقه حافل المعرض الاسفاقسي اه معتها واضحة عنده كيل عادة سيدو ديالج هاري يحب يستعمل الطرق اللي اللي بي دي باش اه اه يفلق الجمعيات واختار باش يعديها ستريمين بعد ما كانت مبرمجة على الوطنية اثنين اه نقولولو شوف احنا نعرف اللي احنا كنا في برنامجك وفي اللاجونده متاعك احنا رقم اربعة او رقم خمسة رقم اربعة او خمسة او ستة ما مش مشكلة ما احناش مش نطيحه احنا قلنا من لوول عندنا فريق نحضروا فيه قاعدين نخطنوا في كرة قدم قاعدين نقطروا في شباب قاعدين نكونوا في شباب نحبوا ان نساهموا في رفع راية النادي الاسفاقسي ونحبوا نساهموا في اثراء الفريق القومي بلاعبين وطنيين يذودوا على الالوان الفريق والى اخر لحظة اللي اللاجوية الحالية هو القرار اللي اخذيه وديع الجري الاخير امس وحده ومعناتها حسب ما نعرفه انه على خاطر حسب سهن والكل العضاء اللي يتابعين الاسفاقس في المكتب الجامعي قالوا ما ثماش اجتماع متاع مكتب جامعي قرار هذي بارامونس اخذيه وديع وحده القرار هذا ما يصيرش خاطر رئيس رئيس ندري الاسفاقسي هو منتخب منتخب مصفاقسيه منتخبوش وديع معناتها كيما هو منتخب يقول انه ما يتنحاش حتى احنا رئيس نادي كيف كيف ما يتنحاش وما يجمش هو يوقفه على النشاط معليه كان يرجع القرار هذا متاعه وزيد هو معانتا بيشتفهم انه القرار هذا هو اردت فعله هو تعيين سليم بالاخواس في المقابلة متاع غدوة وتغيير معانتا نقل المباراة من القناة الوطنية للستريمينغ ظاهرة معانتا حملة عن ندري الاسفاقسي وردت فعله حادية الجانب كيف كيف ناكدو لكم انه حكاية المنسق العام هذه اللي هبطت في الكوميونيكي الاخراني قبل الماتش طبقت كان في مقابلة النيدري الاسفاقسي في المقابلات الاخرين ما تطبقتش لذلك هو قانون على قياس النجم الاسفاقسي هبطوا وديع الجاري واحنا جمهورنا مش مش يسكت ومحنش مش نسكتوا على المهزن هذه وعا الحملة الممنهجة على ندري الاسفاقسي وعا المدينة الاسفاقسي قانونيين هل يمكن صحب ثلاث نقاط حكاية صحب ثلاث نقاط هذه حاجة مستحيلة وما تصيرش بالقانون حكينا مع اهل الذكر وكل ما ثميش منها الحكاية هذه وما ينجمش يعملها معانتا كوشي اذا كان يحب السيد هذا ان يشعر البلاد وكهو معانتا